موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم تابع دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان إجراءات التسليم المبدئي لعدد من وحدات سكن موظف الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ظهرة العاصمة المرحلة الأولى والتي تضم 376 عمارة بها 9042 وحدة سكنية بمدينة بدرة وأكد الدكتور عاصم الجزار ضرورة تسهيل الإجراءات على موظف الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية في استلام وحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات وضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ وكذا التوقيطات الزمنية بالمرحلة الثانية من وحدات موظف العاصمة خاصة أن هناك إقبالاً كبيراً من الموظفين على الحجز في هذه الوحدات أجرى دكتور ريد حجازي زيارة إلى محافظة سوهاج لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعب العلمي علوم ومادة الرياضيات البحثية التفاضل والتكامل للشعب العلمي رياضة ومادة علم النفس والاجتماع للشعب الأدبية وتابع الوزير من خلال التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر الفيديو كونفرانس وصول الأسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية وتنفيذ كافة التعليمات أعقد دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة إجراءات تطوير المعامل التابعة لهيئات ومصالح الوزارة المختلفة لزيادة فعالية إجراءات إعادة استخدام المياه وأكد الدكتور سويلم أهمية التواصل في إعادة استخدام المياه بناء على أصص علمية وبيانات دقيقة تخص كمية ونوعية المياه الداخلة والخارجة من محطات الخلطة بهدف مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وصولا إلى الوفاء بالإحتياجات المائية لكافة قطاعات ومستخدم المياه يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره فاركو في الثامنة ونصف مساء على أرضية استاد برج العرب الأسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الممتازة ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدوى المسابقة الدوري برسيدي أربعة وأربعين نقطة حصدها من إحدى وثلاثين مباراة فيما يحتل فاركو المركز التاسع برسيدي واحد وأربعين نقطة حصدها من إثنين وثلاثين مباراة